من الرغم من الجدية التي تشهدها الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي بدأت في ثالث من أبريل الماضي من العام الجاري إلا أنها لم تخلو من المواقف الغريبة وطريفة والتي كان من بينها تصويت رائد فضاء في الانتخابات الفرنسية والذي لم يمنعه وجود في الفضاء من المشاركة في الانتخابات فقام بتفويد لأحد أفراد عائلته كي ينتخب بدلا منه حسب ما ينص عليه القانون الفرنسي ومن الطريف أيضا وجود كلب في مكتب الاقتراع حيث وويد كلب أبيض صغير داخل أحد المكاتب بعد بدء العملية الانتخابية وظل الكلب متواجدا حتى أنهى صاحبه تصويت كما فوق الناخبون في أحد مكاتب الاقتراع عدم وجود بوسترات دعية الانتخابية لمرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان ضمن منسقات المرشحين الآخرين وتدول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر بسخرية صور لما كتب الاقتراع في أماكن خارج فرنسا فقال أحد إن ماري لوبان لم ترسل ملسقاتها هنا في مونتريال وهو الأمر الذي علقت عليه وزارة الخارجية الفرنسية على الأمر قائلة إن المرشحين مسؤولون عن ملسقاتهم حيث يضعونها ويقدمونها إلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد النهائي المخصص لها وهو يوم العشر من أبريل ولم تقوم لوبان بطباعة أو توزيع ملسقاتها ومن غرائب انتخابات الرئاسة الفرنسية أيضا هو وصول نسبة الإقبال على تصويت منتصف اليوم الأول من بدء الاقتراع إلى نسبة 28.54% وكانت نفس النسبة تقريبا في نفس الوقت أثناء الدورة السابقة من الانتخابات عام 2012 حيث كانت 28.29% حسب تقديرات وزارة الخارجية الفرنسية